موسيقى حياكم الله 48 قياديا من حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي مطلوبون للقضاء التركي أبرز الأسماء التي احتوتها مذكرة الاعتقال التركية زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم يقول القضاء التركي إن الأشخاص الصادر بحقهم أمر الاعتقال مرتبطون بتفجير أنقرة في شباط فبراير الماضي يرد صالح مسلم على المذكرة بالقول إنه عبارة عن فرمان سلطاني ولا علاقة له ولحزب بما يجري خارج الأراضي السورية ربما تسعى تركيا لتحقيق مآرب أخرى من هذا القرار وهي التي تدرك أنها لن تحرك عناصر أمنها للقفض على مسلم المدعوم أمريكيا وروسيا فكيف ستؤثر بل يؤثر هذا القرار في الداخل التركي وخصوصا بين الدول الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني كيف ستنعكس على الخارج أيضا وتحديدا فيما يجري على الأرض السورية في ملفنا الثاني أسماء 12 ضابطا من قوات النظام هي قائمة العار الأمريكية التي أعلنت عنها واشنطن في مجلس الأمن أمام العالم أجمع نعم أمام العالم الذي ما زال يمارس الصمت على ما يجري من انتهاكات حق السوريين منذ خمس سنين عجاب ويزين وهل حقا كان العالم ينتظر الإعلان عن أسماء من أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية وتعذيب معارضين طيلة هذه السنوات ألم تكفي دماء مئات الآلاف من السوريين الشهداء وأهات ملايين الجرحى لمحاسبة هؤلاء وغيرهم قالت واشنطنه سيأتي يوم لمحاسبتهم لكن أما آن لذلك اليوم أن يأتي للحديث تتم وتفاصيل أهلا بكم مصدر القضاء التركي مذكرة اعتقال بحق زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم إلى جانب 47 من قيادات حزبه وحزب العمال الكردستاني وذلك الارتباطين بتفجير أنقرة في شباط فبراير الماضي بحسب القضاء التركي وفي معرض رده على المذكرة وصف مسلم قرار الاعتقال الصادر بحق بالفرمان السلطاني نافيا أن تكون له ولحزبه أي علاقة خارج سوريا نتابع بالتفاصيل مذكرة اعتقال يصدرها القضاء التركي بحق 48 من قيادات حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي أبرز الذين طالتهم مذكرة الاعتقال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم يقول القضاء التركي إن الأشخاص الصادرة بحقهم أمر الاعتقال مرتبطون بتفجير أنقرة في السابع عشر من فبراير شباط الماضي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات الحقا ستقدم تركيا على اعتقال صالح مسلم الذي اعتبر القرار الصادر بحقه بالفرمان السلطاني وأضاف بأنه وحزبه لا علاقة لهم بأي عمل خارج سوريا فالقرار الصادر اعتبره البعض مجرد قرار رمزي خصوصا أن قوات سوريا الديمقراطية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي التي تشكل الوحدات الكردية أغلبيتها العظمى مدعومة من الولايات المتحدة وروسيا وهو ما يعني أن قرار الاعتقال يعتبر أكبر من اعتباره شأنا داخليا تركيا وإن إسناده إلى القضاء ما هو إلا تكريس لخطوات ستقدم عليها تركيا لاحقا مذكرة الاعتقال هذه تأتي أيضا بعد إقدام السلطات التركية على الاعتقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش ومجموعة من النواب الممثلين عن الحزب الذي يتزعمه ديمرتاش بداية الشهر الجاري وذلك للتحقيق معهم في جرائم قالت أنقرة إنها تتعلق بالإرهاب فكيف ستؤثر هذه الإجراءات على الحرب العسكرية الممتدة بين الدولة التركية وبين حزب العمال الكردستاني منذ أكثر من ثلاثة عقود وهل انعكاسات ذلك ستؤثر في الداخل التركي أم خارج حدودها الجغرافية وتحديدا في سوريا وهل عملية درع الفرات التي بدأتها تركيا بالتعاون مع الجيش الحر وبموافقة التحالف الدولي هل مهدت لقيام تركيا بإعادة حسابها مع حزب العمال الكردستاني أم أن حربها الممتدة منذ عقود مع الحزب ذاته هي من عززت التدخل التركي في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة والوحدات الكردية التي تصنفها تركيا على قوائم الإرهاب وهل فعلا استخدمت تركيا الجيش الحر رأس حربة في درع الفرات وما زالت لتحقيق مصالحها فقط سأناقش هذا الملف مع ضيوفي من إسطنبول الدكتور بكير أتجان الأكاديمي والباحث السياسي وأيضا من إسطنبول كذلك سيادة العميد أحمد رحال خبيل عسكري وستراتيجي وسينضم إلينا من السليمانية فتح الله حسيني هو قياده في الحزب اليساري الكردي السوري أهلا بكم ضيوفي الأكارم أبدأ معك دكتور بكير أتجان ما الهدف التركي من وراء اعتقال صالح مسلم نعم يعني الهدف واضح جدا لأن هذه القيادين أو حزب الاتحاد الدموقراطي الوحدات الشعبية برئاسة صالح مسلم هي مشتقة من حزب الاتحاد العمال الكردستاني البيكيكي المتواجد في تركيا ولا فرق بينهما علما بأن العمليات التي تنفذ تنفذ تحت إدارة وقيادة واحدة لأن هذه القيادة هي قيادة مشتركة والدليل على ذلك بعد أن عملت أو أصبحت هذا التفجير في مدينة أنقرة في 17 فبروري الماضي المنصر وراحت ضحيتها 29 شخصا ومئات الجرحة كل بعد 8-9 أشهر الدلائل والمؤشرات تدل بأن هذا الحزب أو الذين تبنوا العمليةهم كانوا على تنسيق مع حزب الاتحاد الدموقراطي الوحدات الشعبية بالإضافة إلى ذلك معظم القيادين إن كانوا في حزب الاتحاد الدموقراطي الذين يدعون بأنهم سوريون يحملون جوازات سفر وهويات تركية لماذا؟ لأن معظم هؤلاء لا يملكون الهوية السورية ولا يملكون جوازات سفر سورية وقد أخذوا الجوازات السفر والهويات التركية منذ فترة طويلة وليست حديثة علما بأن صالح أبو سلم في 80 كان يدرس في مدينة إسطنبول الجامعة في مدينة إسطنبول وتخرج منها هندسة كيميائية على ما تذكر لذلك كان متواجد في تركيا فترة طويلة وإلى قبل سنتين تقريباً كان يأتي بشكل دائم يدخل إلى تركيا ويخرج إلى تركيا بجوازات سفر تارة سورية تارة تركية لماذا؟ لأن بالنسبة لتركيا لا معنى عندها من ازدواجية الجنسية وتستطيع أن تحمل أي جنسية أخرى وتحمل الجنسية التركية أو الجوازات السفر التركية متى تريد وتستطيع أن تتخلى عنها متى تريد ولكن مع كل هذا هذه العملية أثبتت أثناء التحقيقات بأن هذا الحزب لها علاقة مباشرة في هذه التفجيرات التي حصلت في شباط المنصرب في مدينة أنقرة سيادة العميد الرحال هل تقرأ هذه التصريحات السياسية بشيء واقعي على الأرض بلموس عسكري؟ يعني هي تصريحات سياسية لكن بأدوات عسكرية كيف؟ يعني واضح أن تركيا بعيدا عن تصديفها لحزب الاتحاد الديمقراطي بعيدا عن مباررات التي وضعتها لإصدار تلك المذكرة أنا أعتقد أن تركيا كما هي روسيا تشعر من أنها أمام إدارة ترامب المجهولة لهوية حتى الآن مجهولة الأهداف مجهولة التحالفات وبالتالي كما تفعل روسيا في حالات تحاول تركيا من إيجاد واقع جديد مع الأكراد هي تحاول أن تقول لها المتحدة الأمريكية وهي رسالة بالمناسبة لبناء المتحدة الأمريكية أكثر مما هي رسالة إلى صالح مسلم من أنه لا حلو الوسط مع الأكراد ومن أن الأكراد لن يكون لهم وطن قوم في شمال سوريا ولن تكون لهم دولة وبالتالي نحن نضع آخر الخيارات التي يمكن أن يفتر فيها الأمريكان من أنه لا حلو الوسط مع الأكراد هم إرهابيون وبالتالي أردوغان كما قال اليوم سننشئ المنطقة الآمنة شاء من شاء وأبى من أبى وبالتالي هي رسالة لأمريكا من أن الواقع العسكري في شمال سوريا هو مجال حيوي لتركيا ولن تتخلانه نعم يعني بالمقابل الحديث هو يأتي بأنه نستطيع الحديث بأنه السماح لتركيا أن تذهب إلى الباب ومنبج من غير وجود أوراق كردية خصوصا بأنه هناك قوات كردية الآن سوريا الديمقراطية تثواجدت في هذه المناطق يعني هل هو تبرير دولي قبل أن يقوم بذلك أردوغان بالتأكيد هناك موافقة دولية أصبحت على الموضوع إنما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول المراوغة قدر الإمكان بسحب صالح أمسلم من منبج لكن منبج لن يبقى بها الأكراد والآن سمعنا بعض التصريحات الكردية لصالح أمسلم من أن ضرورة الحجد على الرقة تستدعي الانسحاب من مدينة منبج لكن أنا أعتقد أن هناك مهمة أخرى للأكراد هي ما تؤخر السحاب من منبج وهي أنظر إلى الهلال الذي أقامه الأكراد من أعزاز نزولا إلى أطراف مارع نزولا إلى مطار كويرس وكأنه من ضرورة عزل ما بين الجيش الحر المتواجد في درع الفرات وما بين جيش النظام وهو أعتقد أنه توافق روسي تركي على دور الأتراك في تلك المنطقة وقد يمتد إلى منبج لكن الأتراك رفضوا هذا الأمر وبالتالي انقطع هذا الهلال في منطقة كويرس طيب دكتور بكير هل سيكون هناك أي تداعيات حول هذه التصريحات باعتقال مسلم في الداخل التركي أم تستبعي ذلك ولماذا الطبيعي لا يكون لأن نحن في تركيا تعودنا على هذه يعني ليست فقط قيادة البيا دي والبيكي كي هم منذ فترة طويلة والآن في نفس إن كانت في القامشلي أو في قوباني توجد معسكرات تابعة لمنظمات إرهابية هربت من تركيا وبدعم من حزب البيا دي والبيكي كي وباتحاد معهم هناك لضرب الداخل التركي التهديدات مستمرة لذلك تركيا في الأيام القادمة سوف نجد بأنها سوف تتدخل لابد منها بعد أن تنتهي من غرب الفراط إلى شرط الفراط وخاصة تل الأبيض وكوباني وأيضا القامشلي لأن هذه المستعمرات أو هذه المعسكرات مستهدفة من طرف القوات التركية وسوف تستهدف لأن كما أشار سياد عميد قبل قليل هذه كلها تهديدات للأمن والاستقرار والأمن الوطني والقومي لتركيا ولن تسبح تركيا أن تكون تهديد من داخل الأراضي السورية لداخل تركيا وخاصة بعد المحاولة الانقلابية التي حصلت في 15 تموز لأن السياسة الخارجية في تركيا تغيرت تماما ليست من الأمر الممكن أن تبقى مكتوفة ريدي على الاعتداءات وأن تنتظر أن تأتي من داخل تركيا أو من سوريا كما كانت سابقا إن كانت باسم صالح مسلم أو باسم منظمات إرهابية أخرى أو باسم داعش أو باسم من كان يكون فسوف تكون تتواجد على الحدود ولن تسمح الدخول إلى داخل الأراضي التركية وهذه طبيعي ليست للتأمينات لداخل التركية وإنما هي رسالة واضحة إلى الدول الصديقة وأيضا غير الصديقة في العالم على ما يحصل في تركيا خاصة في الفترة الأخيرة لأن هذه الاتجاهات أو السياسة الخارجية جليلة بالنسبة لتركيا ويجب أن تستعملها لعدة مرات لكي تعرف الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدعم الإرهاب على رأسها إنجلترا وفرنسا وألمانيا وكما صرح أردوغان قبل يومين في اجتماعات حلف الأطلسي وقال علنا بأن الإرهاب هي داعمة من الغرب والأسلحة كلها غربية والمقصود فيها ليست فقط صالح مسلم أو داعش وإنما المقصود بالشكل العام الإرهاب التي داخلي وخارجي ماشي أعتذر أهلا بك أستاذ فتح الله الحسيني القيادة في الحزب اليسار الكردي السوري ضيفي ابن السليمانية وأبدأ معك يعني مذكر تحتقال بحق صالح مسلم هو وراء التفجير أنقرة الذي حصل في السابع عشر من فبراير الشباط الماضي على حد ما خرج من تركيا ما هو تعليقكم؟ يعني كل القرارات التي تصدر من تركيا هي قرارات غير شرعية ولا تعليمها بأي حالة من الأحوال خاصة أن الدكتاتور أردوغان قتل سلم كل السلطات بيديه وكأنه هو الشخص الوحيد الأوحد الذي يتصرف بكل السلطات في تركيا السلطة القضائية السلطة التشريعية السلطة التنفيذية يعطل البرلمان يسجن السياسين الكرد يسجن في يوم الواحد 15 ألف ضابط والآلاف من المدنيين على خلفية الانقلاب الذي كاد أن يطيح بحكمه دكتاتوري في المنطقة طبعا أردوغان وحزب العدالة والتنمية كنا نعاول عليه أن يكون صديقا وجارا للشعوب السورية في ثورته ولكنه كان عبئا على الثورة السورية وعبعا على جميع الكرد وخاصة تحرطه بالكيان الكردي المفروض الآن في رجال كردستان أو غربي كردستان ما صدر اليوم من فرامانات لا تعنينا بأي شيء ولا ننظر إليها بعين الأهمية طب لماذا صالح مسلم يبرر ذلك ويقول بأنه يعني هو يتحدث كما وصفه في فرامان سلطاني ويضيف بأنه هو والحزب ليس لهم علاقة بأي عمل خارج سوريا ولكن لهم أعمال في العراق تماما لأنهم لأن القضاءة التركية وهذا ما صدر اليوم يعني يتهم السياسة الكرد البارد صالح مسلم وقيادين آخرين من الحزب العمال الكردستاني بضلوعين في التفجير التي حصلت في العاصمة التركية ولكن نحن نرى أن سياسات أنقرة كلها سياسات متخبطة والتي تريد تصدير أزماتها إلى الخارج بكل تأكيد ستعود إليها بهذه الكارثة تركيا لا سياسات واضحة لديها أزمين في صالح مسلم اتهامات التي توجهت إليها فهو يؤكد بأن ذلك ليس أمرا قضائيا بقدر ما هو فرامان من السلطان يريد استعادة الأثر العثماني ويريد محميات كردية ومحميات عربية إلى الجنب ومحميات تركية ولا يريد دول جارة ولا يريد صداقات بل يريد عداوات ويعزم بس هناك صداقة بين أردوغان وأربيل هناك علاقات سياسية طيبة بين تركيا وأربيل تماما فقط هناك علاقات جيدة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الديمقراطي الكردستاني وهذا لا يعني أن هناك علاقات بين أنقرة وبين أقليم الكردستان أو أربيل كعاصمة أقليم الكردستان هناك علاقات حزبية جيدة بين العدالة والتنمية والديمقراطي الكردستاني ولكن ليس هناك علاقات جيدة مع حزب العمار الكردستاني ومع حزب الاتحاد الديمقراطي ومع الإدارة الذاتية في غرب كردستان ومع الاتحاد الوطني الكردستاني ومع الأحزاب الأخرى الموجودة سواء في غرب أو في جنوب كردستان هناك علاقات وطيبة بين حزبين لهما مصالح مشتركة ولكن ليس مع أقليم كردي وهذا ما دائما يؤكده أردوغان أنه ما زال رغم الاتفاقات الاقتصادية الموجودة بينه وبين أربيل ما زال ينظر إلى أقليم كردستان كأنه شمال العراق طيب دعني أستمع ملاحظات الدكتور بكير رشاة العميد أعود إليك فقط لأن هناك تحفظ كبير على ما يبدو من الدكتور بكير اتفضل دكتور بكير يعني ضيفك الكريم من العراق عندما يقول بأن علاقته فقط مع حزب الديمقراطي يعني يقصد فيه برزاني فإذن لماذا ليس له علاقة مع الأحزاب الأخرى هل هم يعملون لصالح إيران أو لصالح أي دولة أو هل برزاني هو ليس كرديا ولا يعمل لصالح الأكراد بنفس الوقت الأحزاب المتواجدة في شمال سوريا والتي أعدده أكثر من ثلاثين حزب كل لها علاقات جيدة جدا مع تركيا بما فيهم صالح مسلم الذي جاء عدة مرات إلى تركيا وتحاور مع النظام التركي حاول أن يكون تحت مزلط التحالف الاتلاف يعني المعارضة السورية وتحت تحالف الجيش الحر ولكن الضغوط الأمريكية والإنجليزية والفرنسية أدت عدم قبوله هذه ولكن مع كل هذا يجب أن يعرف هذا القرار التي خرج خرج من وزير العدل التركي وهو ينتمي إلى أصول الكردية رئيس المخابرات من أصول الكردية في دان حقا في دان رئيس الوزراء من أصول الكردية يلدرم بن علي وزير الخارجية مولود شاو شغل من أصول الكردية وزير دولة الشؤون الأوروبية عمر شريك من أصول الكردية لذلك هذه القرارات التي أعطيت كما يدعى ضد الأكراد إذن هؤلاء لا يمثلون الأكراد وليس لهم أي علاقة مع الأكراد إذن يمثلون أجندات ودول أخرى لضرب وقتل الأكراد علما بأن هؤلاء المنظمات الكردية قتلت خلال السنة فقط ستة ألاف كردي مواطن كردي في تركيا فقط ودمرت 13 سدا وضربت المشافي والمدارس وقتلت المئات المدرسين وأيضا أسأس الذين يعملون في مجال الصحة من دكاترا وممرضين وممرضات في شرقي تركيا الذين كانوا يريدون أن يخدموا الشعب الكردي بما يتاح لهم ولكن كل هذا يتضارب مع هذه المصالح لأن هؤلاء المنظمات إن كانت حزب البي دي أو البي كي كي أو المنظمات الأخرى التي تعمل لصالح إيران أو تعمل لصالح نظام الأسد في قتل وتاجير الشعب بجميع مكوناته بما فيهم أخو صالح مسلم مصطفى مسلم له تصريح واضح بأنه لن يقبل أن يكون أخوه أخاه صالح مسلم الذي يقتل ويشرد بالشعب الكردي في شمال سوريا لنسف الشديد طيب سيادة العمد الرحال تحدثت في إجابتك عن السؤال وتحدثت بأنه هناك توافقات تركية أمريكية ولن يكون هناك أي دور لقوات سوريا الديمقراطية في الباب لكن هناك من يرى عكس ذلك الدليل على ذلك هناك أوراق تحرك في المنطقة هناك وجود لقوات سوريا الديمقراطية على محيط الباب يعني بس بالبداية أحب أن أعلق كلمتين على ما تفضلهم ضيفك من أربيل فضلك يعني أنا لست مواطنا تركيا لأدافع عن أردوغان هذا الموضوع لا يهمني لكن أنا توقف عن كلمة الدكتاتور أردوغان وبالتالي هم لا يتعاملون مع دكتاتور يير يعني أنا أسأل ضيفك من أربيل صالح مسلم ألا يعتبر بشار الأسد دكتاتور ألا يعتبره مجرم لماذا يتحالف معه في القامشلي لماذا يتحالف معه في الحسكة لماذا يتحالف معه لماذا أحد قيادي الأكراد حده قال منذ أسبوع من أنه لا مانع من تحرير الرقة كما هي معركة الموصل بحيث كما اشتركت البشمرقة مع الجيش العراقي نشترك نحن مع الجيش السوري في تحرير مدينة الرقة إذن عليكم أن تكون لديكم الأولويات والمبادئ واحدة طالما أن بشار الأسد دكتاتور فيجب أن تتعامل معه اسوة بما تصفون به أردوغان هذه النقطة أما على الدور الكردي والولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أن الأمر أصبح واضح حتى صالح مسلم يدرك تلك الحقيقة من أن كل قضية صالح مسلم هي ورق الضغط تستخدم فقط لا غير وليست قضية موجودة على طاولة المفاوضات تستخدمها روسيا عند الحاجة للضغط على المعارضة السورية وعلى تركيا تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية عند الحاجة للضغط على تركيا أيضا لكن عند الحقيقة مصالح الدول هي ثابتة صالح مسلم قال منذ ثلاثة سبيع لقد تخلى عننا جميع بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية لذلك وجودهم في الباب حاليا هو وجود مرحلي رئيس ما تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بناء توافقات مع تركيا ومن ثم سوف يتم تخلى عنهم كما تخلى عن جمال معروف وكما تخلى عن حركة حزم طيب أستاذ فتح الله أذهب إليك الآن مباشرة وأرجو أن تجيبني على هذه النقطة أدرك بأنك ستقوم بالرد على ما تفضل به ضيفاي لكن أريد أن أطرح معك هذه النقطة هناك من يقول بأن الورقة الكردية دائما ما تستخدم أو الجهود الكردية تستخدم كورقة للضغط لا أكثر ولا أقل وليات المتحدة الأمريكية لن تعطي الكرد أكثر مما أعطوهم إياه في العراق في أربيل فقط هذا هو الحق الكردي بالنسبة لليات المتحدة الأمريكية طبعا هناك من يقول هذا الحديث لست أنا كيف ترد على من يتحدث بهذا الحديث وأكبر ذيل على ذلك قوات التحالف عندما قالت بأن قوات سوريا الديمقراطية ستنسحب من منبج عندما انسحبت قوات وحدات حماية الشعب من منبج يعني انسحبت بقرار منها لتؤازر قوات سوريا الديمقراطية في حربها لتحرير الرقة من دانسي وإرهاب داعش إرهاب داعش ذلك الإرهاب الذي يدعمه أردوغان والتركيا وهذا بات واضحا لكافة القوات الأقليمية والدولية بأن تركيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة الرحية للإرهاب وبات الإرهاب خطرا ليس فقط على كرد سوريا وكرد العراق بات خطرا حتى على تركيا ذاتها تلك السياسات التي كادت أن تصدر داعش وإرهاب داعش إلى كافة دول العالم وحتى أنها عملت عمليات تخريبية في قلب أوروبا ماشي أستاذ فتح الله بس أجبني أستاذ فتح الله أستاذ فتح الله الله يكرمك بس أجب جاوبني على الأسئلة جاوبني على الأسئلة بوقائع يعني بدون هذه الاتهامات أن تركيا هي دعم داعش هناك من يقول إيران دعم داعش هناك من يقول عراق دعم داعش تحدث بنقاط تثبت وجهة نظرك أفضل من هذه الاتهامات تفضل نعم 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 الكرد ليس ورقة بيد أحد الكرد الآن موجودون على أرض الواقع بشكل عسكري وبشكل سياسي وبشكل دبلوماسي وقد طرحوا مشاريع السياسي ليست فقط تخدم كرد غربي كردستان أو كردي روجاذا بل تخدم كردي جميع المكونات المقيمة في روجاذا والتي تعيش في روجاذا وشمال سوريا ولولا القوى العسكرية الكردية لكان الآن الإرهاب في كافة المناطق السورية ولا تضرر منها كامل السوريين ويجب على السوريين أن يعترفوا بهذا الشيء في أن الكرد يعني حموا جزءا من جغرافيا سوريا وهذه الروجاذا أو غربي كردستان هي ما زالت جزءا من جغرافيا سوريا نعم أكمل أكمل دكتور بكير سأأتي إليك تفضل أستاذ فتح الله هؤلاء الذين يتهمون أننا مع النظام نحن الذين قاتلنا النظام وهم كانوا قاعدين في مقترباتهم وهم كانوا إلى الأمس القريب كانوا في حضن النظام نحن نحن نحارب الإرهاب على جباهاته في مناطقنا نحن نحارب الإرهاب في منطقة الرقة لأن الرقة قريبة على كانتوني كوباني حاربنا جبهة النظام الإرهابية لأنها أرادت الدخول إلى منطقة سريك عنه واحتلال الخطر الحدودي التي تشكل الجزيرة السورية يعني بالمقابل أنتم سعرين يعني بشكرك لهذه الصلاحة أنتم تقاتلوا مش عشان سوريا تقاتلوا عشان رجعبا صح؟ نحن ندافع عن أنفسنا نحن نحمي جغرافيتنا نحمي مكونات المتعايشة معنا نحمي قوميتنا نحن مسألتنا في سوريا ليس طائفية ولا مذابية نحن مسألتنا مسألة قومية يجب أن يعترف بها جميع المكونات السورية وجميع الذين يدعون أنهم يعارضون بشار الأساس وعلى بشار الأساس وكل الذين غدا سيتسلمون السلطة يجب أن يعترفوا أن هناك شعب اسمه شعب الكردي وقد عانى من سياسات النظام البعثي الدكتاتوري وإلى الآن والشعب الوحيدين الذين قارعوا النظام في ملاطقهم كانوا قوات الكردية المتمثلة بقوات محددات حماية الشعب الكردية يعني أستاذ فتح الله أنت تركت كل هالناس اللي بتقاتل في سوريا وما حدا بيقاتل في سوريا قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي وبالمقابل بتتحدث أنه إحنا مندافع عن أنفسنا ومرة بتتحدث لي أنه إحنا منعنا الإرهاب دخوله إلى سوريا كاملة وبتتهمهم أنهم في حضن النظام لم يأتوا إليه إلا من وقت قريب ومقاتلين حزب الاتحاد الديمقراطي فقط أكمل 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 لك الجواب بس فقط أكمل أكمل ماشي ماشي خليني أكمل بس خليني أكمل وإلك الحال ماشي ماشي وبالمقابل ووقت قريب بيطلع لنا أحد المتحدثي حزب الاتحاد الديمقراطي ويقول بأنه على استعداد تعاون مع بشار الأسد لمقاتل الداعش بالرقم لم نسمع عن أي اشتباكات بين حزب الاتحاد الديمقراطي قوات فشار الأسد ماذا تحدث؟ تحدثني مرة ديكتاتوري مرة بتحمل سوريا أعطيني نقاط واضحة اللي بتقوموا فيها أنت رجل صريح أكثر الشخصيات الكردية اللي بتحدثت على الهواء بشكل صريح تتحدث عن وجود دولة كردية في سوريا هذا ما تريده أولا هناك مصاهيم مغلوطة أن وحدات حماية الشعب هي تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الحزب الديمقراطي حزب الاتحاد الديمقراطي حزب سياسي متمثل في الإدارة الذاتية وقوات وحدات حماية الشعب هي القوى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية أي تتبع وزارة الديفع في المقاطعات رجالة في كردستان نحن على أكثر من مرة في القامش حاربنا النظام في الحسكة حاربنا النظام في تلحميز حاربنا النظام والآن قوات ديمقراطية تشكل قوات وحدات حماية الشعب أكثر من 70% الآن تحارب داعش لتحرير الرقة محافظة سورية على جميع السوريين اتفاف إلى هذه المسألة عندما نحن نؤكد على أننا حاربنا الإرهاب في مناطقنا هذا لا يعني أننا نهمش الفصال العسكرية الشريفة التي تحارب وتقارع النظام الدكتاتوري في مناطق أخرى ولكن أنا أركز على الجغرافية التي أنا أنتمي إليها والتي أدافع عنها وعلى غيري أني دافع عن مناطقه لأن سوريا إذا سار على هذا المنوار بكل تأكيد هناك سيناريو سيناريوات محتملة أمام سوريا وأهمها التقسيم ولكن أنت ذاهب إلى فكرة التقسيم أستاذ فتح الله ذاهب إلى فكرة التقسيم هذا يعني لا بالعاكس نحن نطرح مشاريع وحدوية تمثل جميع السوريين نحن في مناطقنا يعني حمينا كل المكونات حمينا العرب حمينا المسيحيين حمينا الآشوريين طيب شو الحديث كان عن المجازر اللي بتقوم فيها القوات الكردية بحق القرى العربية وما إلى ذلك على كل لن أخوض بهذا النقاط سأذهب إلى سيادة العميدة أحمد رحال وتعطيني يعني يردك على ما تفضل به الأستاذ فتح الله الحسيني يتحدث بواقعي رجل يتحدث يحمو مناطقهم بسمعني سيادة العميد سيادة العميد الرحال ما بسمعني طيب أستاذ دكتور بكير أتجان هل بعد هذه مذكرة الاعتقال هل نتوقع أن يكون هناك اجتياح تركي لهذه المناطق أم لا عسكري طبيعي بالطبع يعني هم مطلوبين للعدالة التركية كما صرح المسؤولين في تركيا لذلك سوف لابد أن تتدخل إلى الداخل وتحمي الشعب لأن ضيفك من أربيل كما يدعي بأنهم السليماني يعني هم الجغرافية الكردية ولكن في الحسكة أليس ماذا أصبح بالمسيحية التي كانوا من سوريانين وكلدانين الحسكة معروفة بأنها مدينة مسيحية ماذا أصبح برأس العين الذي كان نسبة عالية منهم شاشان شراكس وعرب قبائل عربية ماذا حصل بالتل الأبيض معظم سكانها تركمان إلى أين هربوا هم قتلوا شردوا من طرف من أليس من طرف الحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية التي تدعي بأنها إلى جانب جميع المكونات ما الذي فعله هذا المكون أو هذا الحزب بالمكونات الأخرى أليست قتلهم وشردهم بما فيهم بالاتفاق مع نظام الأسد يقتل ويشرد في داخل سوريا وعلى رأسها من الذي قتل مشعل تمه أليس وحدات الشعبية حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع نظام الأسد الذي يقتل الوطنين الأكراد في سوريا أليس حزب الاتحاد الديمقراطي هو الذي يمثل حربة نظام الأسد وحربة القتل والإرهاب في سوريا لمن ضد الأكراد ضد الشرفاء الذين يحبون وطنهم وهم ضد ضد الحرب والقتل والإرهاب ماشي يعني هذه تساؤلات مشروعة ماشي تساؤلات مشروعة لكن لا نجيبك على هذه التسرات لأن انتهى وقت هذا الملف شكرا لك دكتور بكير أتجاني الأكاديمي والبحث السياسي ضيفي من الصبول وكذلك شكر موصولي سيادة العميد أحمد رحال خبير العسكر واستراتيجي وسلامات سيادة العميد وأيضا كل شكر من السليماني رفتح الله حسيني القيادي في الحزب اليسار الكردي السوري نذهب إلى خاصة موسيقى